قبل انقضاء مهلة الساعات الثماني والأربعين التي طلبها نواب حاكم مصري في لبنان استدعى رئيس الحكومة نجيب ميقاطي النواب الأربعة لاجتماع ثاني صباح الأربعاء وبالتزامن بدأ ميقاطي إجراء سلسلة اتصالات ومروحة مشاورات للبحث عن حل بأقل الأضرار الممكن للأزمة المصرفية ولهذه الغاية زار ميقاطي عين التيني والتقى رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي أكد ضرورة عقد جلسة للحكومة لتعين حاكم جديد لمصر في لبنان خصوصا أن النصوص الدستورية والقانونية تسمح بذلك مجددا عبارة أن الضرورات تبيح المحظورات بعد لقاء نصف ساعة مع بري دع رئيس الحكومة مجلس الوزراء إلى الانعقاد عند الحادية عشرة من صباح الخميس لمتابعة مستجدات الوضعين المالي والنقدي لسيما مع قرب انتهاء ولاية حاكم مصر في لبنان معلومات الجديد أكدت أن جلسة الخميس هي جلسة تعيين حاكم جديد لمصر في لبنان حيث تستمر الاتصالات مع القيادات السياسية والمرجعيات الدينية لتأمين الظروف اللازمة للتعين في حين يتولى رئيس مجلس النواب نبيه بري مهمة إقناع حزب الله السير بهذا الخيار لكن الحزب ولتاريخه لا يزال رافضا خيار التعين وتشير المعلومات إلى وجود عدد من الأسماء المطروحة لتولي منصب الحاكم يتقدمها اسم كميل أبو سليمان بالإضافة إلى كل من نعيم أبو جود وسامير عساف وبشأن نواب الحاكم تشير المعلومات إلى أنه حتى الساعة يبقى خيار تقديم الاستقالة متقدما على غيره من الخيارات وتلفت المصادر إلى انقسام حاصل بين النواب الأربعة أنفسهم حيث يصر النائبان الأول والثاني الشيعي وسيم منصوري والدرزي بشير يقذان على الاستقالة في وقت يفضل النائبان الآخران سليم شهين وألكسندر مرديان عدم السير بهذا القرار وتضيف المعلومات أن النواب ينتظرون جوابا من مجلس شورى الدولة بما يتعلق بالغطاء الحكومي الذي طلبوه من الرئيس ميقاطي بموضوع إقراض مصرف لبنان أموالا للدولة لتسيير المرفق العام وهل يمكن تأمين هذا الغطاء بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء أم أن الأمر يتطلب قانونا من مجلس النواب بين الاستقالة وتصريف الأعمال وغيرها تبقى كل الخيارات مفتوحة وساعات قليلة تفصل الصدة المصرفية عن معرفة مصيرها محمد فرحات قناة الجديد